أعامل الناس بحسن نية وأحياناً اللي بعملوا بحسن نية ظلمني فيضيق صدري يا أختاه أنت ما دمت تفعلين الخير ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فلا تندمي أبداً على فعل الخير ولو وقع هذا الخير في غير أهله ما دمت تبتغين بذلك وجه الله جل وعلا أنا أعلم أن ذلك يضيق الصدر أعلم أنه بالفطرة البشرية التي فطرنا عليها أن ذلك يضيق الصدر فلا شك ولا ريب أن لؤمة لؤمة وتمرد من تحسنين إليه أمر يدم القلب وما أقل الوفاء وما أقل الأوفياء وما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان ما أكثر أهل اللؤم في هذا الزمان أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يقين وإياكم شرهم بما شاء وكيف شاء أصحاب القلوب الحاقدة وأصحاب القلوب الحاسدة الذين قد تحسن إليهم إحساناً لا منتهى له وقد يسيئون إليك إساءة لا منتهى لها هذا هو اللؤم بعينه وهذا هو عدم الوفاء بعينه ولا شك أنه يغر الصدر ويؤلم القلب ويدمي النفس ويبكي العين لكن لا يعني ذلك أن يمتنع الإنسان عن فعل الخير بدعوى أنه صار يخشى أنه إن فعل الخير سيقابل باللؤم وبالتمرد وأحياناً بالحسد وأحياناً بالحقد وأحياناً بالظلم كثير سألني والد فاضل من مدة قريبة وقال لا يحسدني إلا من أحسن إليهم ومن أعطيهم ليس معنى ذلك أن تمنع عطاءك عن أحد أبداً ما دمت ترى أنه يستحق العطاء ودع الأمر إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى فلا يجوز بدعوى أن من نحسن إليهم ومن نعاملهم بحسن نية يسيئون إلينا ويظلموننا ليس معنى ذلك أن لا نفعل الخير وإنما يجب علينا أن نفعل الخير ما دمنا نبتغي به وجه الله أما إن كنا نفعل الخير ابتغاء المحمدة عند هؤلاء فهذا أصلاً عمل حابط لأنه رياء لا أقبله رب الأرض والسماء قال تعالى أنا في الحديث القدسي الذي روه مسلم وغيره حديث أبي رير عن رسوله عن رب العزة أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك فعلينا أن نبتغي بعملنا أن نبتغي بأعمالنا كلها وأقوالنا كلها وأحوالنا كلها وجه الله سبحانه وتعالى وأن نترك الأمر لله وأن نترك الخلق للخالق تبارك وتعالى لأننا لسنا قضاة وإنما علينا فقط أن نبلغ وأن نذكر وأن نفعل الخير وأن نترك النتائج والقلوب لمن بيده الأمر ولمن بيده القلوب سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وآله وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدق يعني رجل عاهد الله عز وجل أن يخرج في جوف الليل وفي سواد الليل وأن يتصدق بصدقة على أول من يمر عليه يضع الصدقة في يده فكان أول من مر عليه رجل غني فوضع الصدقة في يده فأوتيه أي في الليل وقيل له وهو نائم والذي يحكي لنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على غني النبي يقول فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على غني فسمع الرجل قال الحمد لله على غني على غني ثم قال لا أتصدقن الليلة بصدقة لم يمنعه ذلك من أن يفعل الخير وخرج فيه الليلة أيضا فمر عليه رجل فضع الصدقة في يده فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق الليلة الأولى على غني والليلة التانية على سارق لا أتصدقن الليلة بصدقة هو مصر لم يمنعه ذلك من فعل الخير فمرت عليه مراء فأضع الصدقة في يدها فأصبح الناس ويتحدثون تصدق الليلة على زانية قال الحمد لله على زانية قال صلى الله عليه وسلم فقيل له أي في الرؤية أما صدقتك على غني فلعله يتصدق من ماله هذه تذكر له وأما صدقتك على سارق فلعله يمتنع بها عن السرقة وأما صدقتك على الزانية فلعلها تستعف بها عن الزنا الله 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 رائع جميل يا أخي افعل الخير ولقد أمرنا ربنا تبارك تعالى بذلك في كلمتين بديعتين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فافعل الخير حتى لمن أساء إليك افعل وما أروع هذه الآية الكريمة لصديق الأمة حين منع صدقته عن مصطح ابن وثاثة فقال له ربنا تبارك تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله أكبر الذي وقع في عرض أم المؤمنين ومع ذلك لما نزلت إلى قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي ورد صدقته مرة أخرى إلى الرجل فلا ينبغي على الإطلاق أن تمنعنا إساءة المسيئين من الإحسان ابتغاء وجه رب العالمين واعلم بأن إحسانك واعلم بأن إحسانك لا يضيع البتة عند رب العالمين ما دمت قد ابتغيت بهذا الإحسان وهذا الفضل في القول والفعل والحال وجه الله سبحانه وتعالى كم نحسن إلى أناس ويسيئون إساءات بذيئة بالأقوال وبالأفعال وبالقلوب وبالأحوال وربما ولا حول ولا قتل إلا بالله يخطط لك بعد ذلك لأنيل منك ليس معنى ذلك أن تكف عن الإحسان بعد ذلك للخلق لا بل داوم على إحسانك وداوم على فعل الخير وأعلم بأن الله ينجيك من شر هؤلاء الأشرار ومن كيد الحاقدين الحاسدين الفجار بعملك الصالح الذي تبتغي به وجه العزيز الغفار سبحانه وتعالى والله أعلم ترجمة نانسي قنقر